أسمهان أسمهان كانت برضو من ضمن المطربات اللي حدتك ذكرتوهم في كتاباتك وتكلمت عنها أسمهان طبعا أخت الفنان الكبير فريد الأطرش بالتأكيد وكلمني شوية عن أسمهان مشوارها مختلف شوية برضو علاقتها بأخوها إيه اللي كنت حابب تذكره في كتابك للقارئ هو أسمهان كانت حالة خاصة جدا وعليها علامات استفهام كتير وعندها خرج عليها إشعاعات كتير جدا فكنت حابب إن أنا أتناول الغموض ده أو الألغاز اللي كانت في حياة أسمهان سواء بقى علامات استفهام سواء علامات تعجب هل فعلا حقيقة حصل الإشعاعات ديت ولا لا أكن يعني حريص إن أنا أأكد ده أو أن فيه وده خد مني وقت طويل جدا في البحث والتوصيق معلومات كتير جدا من أول حياتهم بعد وصولهم إلى مصر مرورا بكل الرحلة اللي هي قدمتها بعد كده علاقتها بأخوها فريد الأطرش وعلاقتها بفؤاد الأطرش طبعا كانت بحكم الطبيعة إن هم اللي اتنين بيغنوا وهم اللي اتنين عندهم نفس الحالة الغنائية الرائعة ديت كانوا قريبين جدا من بعض هي وفريد بعكس فؤاد اللي هو كان شايف إن هي ما ينفعش تغني إن هم من عائلة أمراء في جبل العرب لازم تبقى فيه تقاليد وعادات تحافظ عليها وكان طول الوقت بيطاردها على الشيء قادر يمنعها من الغناء فكانت علاقتها مع فؤاد متوترة شوية معاكس علاقتها مع فريد أسمان كانت طول الوقت وده اللي أنا كنت بحاول أثبته في الكتاب مش مهمومة إن هي تبقى مطربة عظيمة وتقدم نفسها وزي ما بعض الناس حاولوا يقارنوها بأم كلسوم وإن هي كانت بتنفسها لإن ما كانتش فيه منافسة بينها وبين أم كلسوم أم كلسوم في حتة لوحدها خالص طبعا وهي ما كانتش حبة كمان إن هي تبقى مطربة لدرجة إن لما كان بيتم دعوتها إن هي تغني لمعد أميرات الأسرة الملكة كانت بتعمل ده على مضد شديد جدا وبتبقى متضايقة شايفة إن هي أميرة زيها زيهم فهتروح تغني برضو ليهم إزاي يعني فكان ده بيدايقها قوي ما كانتش عندها الطموح إن هي توقف على خشبة مسرح وتغني زي أم كلسوم أو بعض مطربات جيلها أو زمنها لا لا كانت هي عايزة إيش حياة أسماين كانت محبة جدا الحقيقة عايزة تعيش عايشة الأميرات عايشة البزخ والصرف وإن فيه ناس بتخدم عليها وتحقق لها وطموحاتها وأحلامها ومطالبها فكان هو ده الهاجس اللي بيسيطر عليها طول الوقت مش إن هي تنافس حد أو إن هي تبقى مطربة عظيمة ومشهورة الحقيقة كمان كان لها أغاني مشهورة أو إيه أكتر الأغاني اللي حددتك حبيت إنك تذكرها في كتابك عن أسماين لا أي أسماين رغم طبعا يعني إن هي صوتها رائع جدا ومميز جدا لكن للأسف إحنا ما قدرناش نستمتع بعدد كبير من أغانيها اللي وصل لنا عدد قليل لأن هي ما كانتش برضو حريصة إن هي تعمل أغاني طول الوقت كان فريد الأطرش لحلها الصنباط اللي حلها محمد عبدالوهاب لحلها يعني كل الكبار الملحنين في عصر أسمهان كانوا حابين صوتها جدا محمد عبدالوهاب مثلا كان شايف إن هي من أهم المطربات اللي جون في تاريخ الغناء المصري وقال يعني هي لو تهتم بنفسها وتركز في شغلها هتبقى يعني أهم مطربة جات في تاريخ الغناء طبعا وده يعني كان أمنية بالنسبة لعبدالوهاب لما عمل معها أبريت مجلول ليلة في السينما قدمت معاه أغاني الأبريت الصنباطي كان طبعا شايف إن هي مطربة يعني يعني نادر إن إحنا نشوف واحدة زيها كثير جدا من اللي هم لحنولها كانوا بيتمنوا إن أسمهان تركز بس في الغناء لكن هي للأسف يعني كانت يعني دماغها مشغولة بحاجات تانية أكتر زي إن هي تعيش وتتبسط وتسافر طول الوقت ده كان المسيطرة على دماغها أسمان ما كانش الغناء هو اللي بيجي في المرتبة الأولى عندها